تطبيقات الذكاء الاصطناعي واعتباراته الأخلاقية في قطاع الصحة موضوع يوم علم نظم بالرباط يهدف إلى تحديد مجالات البحث ذات الأولوية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المجال الصحي بالتعاون مع المجتمع العلم والشركاء الرئيسيين الدكاء الاصطناعي اليوم في التطبيق بالنسبة للطب والمهم وكان واحد تقدم كبير واللي ان شاء الله بلادنا رأكم شفته البارح في مجلس الحكومة كانت واحد تقدمت الاستراتيجية ديال الرقمنا والدكاء الاصطناعي اللي ما زالين نحن نكملها ونخدم عليها ان شاء الله خلال اللقاء توقف المشاركون عند أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي المتبق على القطاع الصحي على المستوى الدولي مع تسليط الضوء على العمل فرق البحث الأكثر أداء التي تعمل على المستوى الوطني إن اختيار موضوع هذا اليوم العلمي تبرره المصلحة والأهمية التي يحتلها حاليا الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات العلوم بشكل عام وتم بالحدث تنظيم جلسات رئيسية همت على الخصوص الجوانب الأساسية والعمل البحث الواعد في مجال الذكاء الاصطناعي في المغرب وتثمين الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة